اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من هو مكي مكي تادي السر يعني انسان يحب الفن يحب الفنانين يحب الموسيقى بشكل يعني موسيقى العربية بس بديت في الموسيقى الاجنبية اكثر شي بداياتي كانت في 2016 كنا منعمل افنتات يعني منجي مغنيين كنت متعهد حفلات زي ما بقوله بعد فترة طبعا يعني اكتشفت ان الموضوع يعني صار عبارة عن شغف اني بحب الموسيقى فقلت ليش ما استثمر في الموسيقى واعمل منها بزنز يعني والحمد لله يعني انطلاق بدت كان اشتغلنا مع فنانين من افريقيا مغني نيجيري سكيز واشتغلنا مع الفنان محمد رمضان كل التحية وجهها لكل التحية حبيب محمد رمضان اخوي وحبيبي عملنا غنية كام بي بي كام والغنية طبعا حققت فوق المئة مليون مشاهد واللهما لك الحمد يعني عقمان لعيسى عيسى عيسى الجميل قبل لا تنزل الغنية وسط اكثر من اربعة مليون فان شاء الله بشارة خير بذل الله قلت الموسيقى العربية والاجنبية ما هو القاسم المشترك بينهم مع ان الموسيقى هي لغة الشعوب موسيقى موسيقى يعني اللي حب الموسيقى اذا بيسمع موسيقى النبية جميلة راح تلمس الشخص المستمع واذا راح يسمع موسيقى عربية انا مثلا يعني طول حياتك كتب اسمع عجنبي فيعني اليوم عملي مع عيسى عمل خليجي عربي بس موسيقى جميلة وطبعا يعني لما انت تاخذ الموسيقى كبزنس بتعرف ان الغنية هاي راح تحقق نجاحات ومن النجاحات راح تحقق أرباح طبعا نحن كمنتجين داما نفكر اوشي في الجمال الغنية بعدين نشوف العائد المادي من الغنية بس الحمد لله اصلا يعني كيف تقيم كيف تقيم انا اشوف الاعمال كيف تقيمها على عيسى والله انت يعني الواحد في الوقت الحالي لازم الغنية تكون يعني نحن نسميها related يعني اذا الغنية تمست الناس راح تعرف ان هي راح يكون فيها انتشار يعني نفس الله يبعدنا عن الوباء لما كان الفيروس يدخل في الشخص بينتشر فالغنية نفس الشيء الغنية جمال الغنية لما يلتمس الشخص ويحبه انزين يسمع للاشخاص الآخرين وتنتشر يعني جميل لكن هناك دور كبير اليوم عشان انتشارنا ليه هو الاعلام الاعلام فقط فعلا الاعلام هو بيلعب دور فعال جدا ونحن يعني لا ننسى نحن يعني مدعومين اه او الغنية طبعا هي يعني طالع عن طريق منصة اسمها ساوندون من تيك توك والحمد لله انا كشركة يعني قدرت اني انا اوقع عقب معهم طويل الامد يعني 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 عيسى بذات الخير يعني زي ما يقول مخططاتك المستقبلية اليوم رؤيتك وانت بدولة الامارات العربية انتم مشاركتكم موجودة في الامارات نعم جميل طيب رؤيتكم اليوم للمستقبل ان شاء الله رأيتنا يعني هي نحن طبعا انتاج الموسيقى الجميلة الارض خاصبة الارض خاصبة طبعا انتاج الموسيقى الجميلة وقدر الامكان يعني دائما نحاول نركز في موضوع الموسيقى الجميل لان اذا كانت الموسيقى جميلة انتشارها رح يكون يعني بشكل اسهل وبعدين العوايد رح تكون بشكل اكبر يعني هاي الفلسفة اللي أنا اشتغل عليها والحمد لله عندنا يعني منتجين اعلى مستوى يعني اوجه شكر لأخوي حمادة احمد تاج مكي منتج بارع جدا وعند يعني اخصة تحية بعد لاصدقائي خارج الامارات يعني عندنا تيم هم الدعم فعلا يعني يعني من غير الفريق لا شيء يعني يكتمل ابدا اذا واحدة ما تسأب اذا واحدة ما تصفق لو عرض عليك انتاجات غير الفنية لكن هي مثلا مثل انتاج افلام او مسلسلات رح تدخل والله ما اعتقد انا ما اشوف نفسي دائمًا أكون لان احقق اشوفي انا ما قاعد اشوف نفسي كواجهة انا بالعكس احب دائمًا انا حب اشتغل خلف الكواليس نحنا دائمًا يعني أنا من ما بديت في المجال الفني بديت اشتغل مع مغنين فدائمًا البرشور دائمًا يكون علينا خلف الكواليس نحن ما نكون في الواجهة بس دائمًا نحن نسهل الأمور نسهل ترتيبات ومعمالهم ويعني الشكل العام للمغني دائمًا يكون في خلف الجنود فنحن يعني واحد الحمد لله اللهم لك الحمد قدر يعني يحقق نتائج جيدة وال يعني الناس كلا تشهد يعني بالقدمنا وإن شاء الله يعني بأول غيث قطر نحن وصلنا لأعمال جاهزة كاملة متكاملة بكل إبداعاتها وبما فيها وهناك يعني جنود مجهولة ليش دائمًا تحبون تكونون خلف القواليس ليش مو قدام التلفزيون قدام الشاشات وتطلعون في النهاية الفن في النهاية نفس فريق الكورة في حارس وفي مهاجم وفي الدفاع وفي وسط يعني لازم يكون فريق كامل يعني لازم يكون يعني كل شخص عنده دور معين يعني ما في عمل في النهاية يطلع لحالة يعني لازم يكون أو المغني المطرب لازم يكون عنده فريق كامل من مدير أعمال لماركتين لتسويق لمثلًا لوجستيكس يعني فيه فريق كامل يكون يسهل المأمورية دائمًا للمغنية فما في مغني يعني في الوقت الحالي ينجح لحالة مستحيلة اللي يقول أنا ننجح لحالة هذا أعتبره يعني مش صادقة طيب هل هناك منافسة بين الشركات للإنتاج أم هناك مثلا تكاتف مثلا والله يعني في معظم في معظم الأوقات في فيها عقبات طبعا وفي طبعا إثبات يفي النهاية ثبات ذات يعني أنت في النهاية شريفة شريفة هي منافس أنا أعتبره بالنسبة يعني بالنسبة لي أعتبره منافس شريفة لأن في النهاية أنا نظر الموضوع في النهاية هي تحدي إذا في عقب من ينافسني اليوم أنا أنا أنافس نفسي أنا طلع يعني دائما أطلع على نفسي أشوف نفسي دائما وقارن نفسي بنفسي ودائما حاولت حسن يعني عشان أقدر أوصل لأعلى المراتب مستقبل مستقبل يعني معيسة أول شيء أول شيء معيسة عبد الله طبعاً نحن يعني يعني رؤيتنا معيسة طبعاً رؤية شوية يعني لما أول ما قعد معيسة صراحة يعني عيسة من الفنانين الإماراتين الخليجيين القلائل اللي عندهم نحن نسميه البرزة تايل مختلف متنوع يغني بستايل هب هوب يغني بستايل خليجي بوب أفرو يعني لا راح تسمع كثير يعني ما شاء الله مثل ما قال لكم عند أكثر من 15 عمل جاهز يعني في أقل من سنة كتكاتي أول غنية والقادمة راح يشهد الأشياء هاي يعني شكراً جزيلاً لكم صراحة وفعلاً ترقبوا كتكاتي وترقب عمان القادمة وإن شاء الله يا رب نكون على حسن الظن ودائماً نوجه تحياتي للأهل والأسرة الكريمة الوالد والوالدة اللي يطول بعمرهم والأخوان وشكراً جزيلاً طبعاً للجميع يعني وشكراً لك بار شكراً لك أنت